اشتركوا في القناة وسعيد بالتعليقات وسفدت منها كتير ان شاء الله في الرحلة بتاعتنا سنستفيد جميعا المرة دي ستكلم على موضوعين مهمين ما زلنا برضو في المقدمة لكن الموضوعين المهمين هم واحد لماذا لا يؤمنون اثنين هل هناك تضارب او صدام بين العلم والدين ولا طيب خلينا ناخد الموضوع الاول لماذا لا يؤمنون طبعا كون ان اتوقع ان الناس كلها تكون مؤمنة دوت ضد الطبيعة البشرية يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى انا معا البشر بقدرة على التفكير والعقل وانا معا عليهم بحرية الاختيار فلا شك ان في ناس هتروح يمين وناس هتروح شمال فده واقع لازم نتعايش معه طيب خلينا نشوف كده الدراسات والاحصائيات بتقول لنا ايه مركز زي جالوب من المراكز المعروف والعمل الاحصائيات بين الناس احد الدراسات المنشورة بتورينا ان نسبة الناس اللي ليس لهم انتماء ديني زادت خلال اربعين او خمسين سنة يعني في الخمسينات كانت تقريبا زيرو ثم تزايدت الى حد وصلت لحوالي ستاشر في المية في الفين وثمانية طبعا بعد كده ربما زادت لشك مية مية زادت بس مش بنسبة كبيرة بس احنا ازاي نفهم الدراسات دي ازاي نفهمها لازم نكون يعني اولا ما فيش احصائيات مية مية سليمة لابد فيها دفاكت بيعتمد على بعض الامور لكن خلينا اقول قاتي يعني لما نقول والله ان تقريبا اربعة وثمانين في المية من الناس لهم انتماء ديني مش معنى كده ان كلهم مؤمنين بالخلق وان في حساب وفي يوم اخر وفي جنة وفي نار وكتب ورسل لا بعضهم لا شك كده لكن في نسبة كبيرة منهم بيقولوا والله احنا مؤمنين بان فيه خالق بس ما نجعب موضوع الرسل ولا الكتب ديت واخرين يقولوا والله الخالق دوت خلق الكل وبعدين تركوا للقوانين الطبيعية ما لوجد دعوة بي بعد كده طبعا المجموعتين دولة الحقيقة مشكلتهم ان هما ما عندهمش منهج اصبح المنهج اللي بيوضع منهج وضعي يعتمد على الظروف وعلى الاهواء وعلى الرغبات يعني الحاجة اللي النهاردة صح ممكن بتبقى بكرة غلط وهكذا تبع اراء المجتمع وحتى وتغيراته طيب الستاشر في المية اللي هما مفروض ان هما ما لهمش انتماء ديني ايضا ما هماش مجموعة واحدة هنجد منهم اللي هما يعني ملحدين بصورة صريحة ومتطرفين جدا زي مثلا مجموعة اللي بتقول والله الدين ده غير موجود وبتحط محاربة الدين لهدف لها لكن نسبة كبيرة ايضا اللي هما بيسموهم الاغونيستس اللي هما توصلوا لقناعة ان هما ما فيش دلائل لا لوجود ولا عدم وجود يعني دولة درسوا وعملوا وبقوا وصلوا قالوا والله احنا لا قدريين احنا مش عارفين فيه ولا ما فيش دي قناعتهم برضو دولة عندهم مشكلة كبيرة وعايزة فرق بينهم وبين اللي بيبحث وبيدرس يعني فيه واحد بيبحث وبيدرس وبيبحث عن الحقيقة ودولة مهمين ودولة تارجد بالنسبة لنا في اللقاءات زي كده لكن المجموعة لأجونيست دولة دولة بحثوا ودرسوا ووصلوا القناعة فعلا ان ما هماش عارف فيه اذا كان في دين ولا لأ او فيه إله ولا لأ طيب الدراسات دي كانت اتعاملت بين عامة الناس لما ننتقل لدراسات ممثلة اتعاملت بين العلماء الحقيقة النتيجة يعني محبطة شويتين لان بتجد ان تقريبا نسبة 60% من الفيزيسست و80% من البيولوجست بيقولوا ما فيش إله صراحة يعني يعني صراحة ما فيش إله وده شيء مزعج جدا ولكن لما نفكر كده هنجد ان فيه اسباب ايه الاسباب اولا الناس دي بقالها تقريبا ما يقرب من قرن او اكتر جميع تعليمها او تعليمها او دراستها وتربيتها من البداية المدارس الاولى حتى ما بعد الجامعة نظرية التطور المادية يعني دي النظرية المعتمدة في التعليم ولا يوجد ذكر الخلق او غيره بالتالي بتطلع اجيال وراء اجيال ما بتعرفش تفكر خارج هذا الاطار دي نقطة النقطة التانية في مراكز العلم ومراكز البحسية قاعدة مهمة جدا اي حد بيذكر او بيشير او بيتبنى فكرة ان فيه اله او فكرة ان فيه خلق او فكرة اي حاجة في ابحاثه فده يعني بيلفظ تماما منه اساسها العلمية وبيتأثر كريره وبيتأثر وضعه العلمي وكاريره العلمي بدرجة كبيرة وانا حاطت رابط تحت اسمه الفيديو يسمه لا استطيع التطبيق اكسبل ولا استطيع التطبيق ودا وبيتأتي امثلة كثيرة لاشياء ازاي كده طبعا فيه ناس لشك مؤمنين كتير دولة وصلوا لمستوى عالي بحيث ان محنش قدر يكلمهم يعني زي مثلا وهذا فرانسيس كولين دولة مؤمن بوجود إله ورجل مسيحي وكده لكن هو بيرأس أكبر أكديمية علمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفيه أسماء كتير غيره يعني لكن دولة بعد ما بيكونوا عدوا المرحلة دي عامة الشباب الباحثين من ناحية أخرى الموضوع بالنسبة لهم ما هواش محل تفكير دولة بيبقوا منهمكين في أبحاثهم وفي دراستهم وفي نشر بيبرز وفي جلب دعم مادي للأبحاث بيعانوا مما يمكن وصفه بجهل التخصص الدقيق يعني هما بيتخصصوا في حاجة ظاهرة خالص ومش شايفين الصورة الكبيرة عامين زي الجماعة اللي هما البلايند اللي راحوا ووقفوا حوالين الفيل وكل واحد يقول حاجة اللي يقوله والله ده ديل اللي يقول ده شجرة اللي يقول ده حبل يعني يمسك حتة من الفيله ولكن هو مش شايف الفيل إطلاقا فيه هناك أيضا مجموعة اللي هي بتقود الأوركسترا ده كله الأوركسترا المادي للحادي دولة الألترا داروينست المتطرفين بشكل شديد على سبيل المثال زي ريتشارد دوكنز اللي بيعتبر أن الدين كالجدري ولكن التخلص منه أصعب وده هدفه في الحياة يعني عنده مؤسسة ضخمة وشغلتها وهدفها هو القضاء على الدين طبعا ليه حواريين وليه أتباع وهكذا طيب ننتقل للمنطقة بتاعتنا يعني العالم الثالث أو الدول النمية اللي احنا منها هل الدول ديت احنا ما عندناش إحصائيات ما عندناش إحصائيات للأسف لكن المعروف من وضوح لناس كتير أن نسبة الابتعاد عن الدين والإلحاد متزايدة الفرق بيننا وبينهم تقريبا أن إحنا الحقيقة معظم الناس أو الشباب اللي بيمشوا في هذا الطريق بيبقوا مقلدين يعني ما اطلعوش على الحقائق ولا قرأوا التطورات العلمية وليه الناس دي بتقول ما فيش إله إنما هم مقلدين ومتأثرين بالتقدم الرهيب في العلم وبما يشاهدوا من دوكيومنتوريز ومن أفلام معدى إعداد قوي جدا فده قضية لماذا لا يؤمنون ننتقل بقى للموضوع الآخر وهو هل يوجد تعارض بين العلم والدين أو الصدام عشان نجوب السؤال ده خلينا نرجع شوية الوراء نشوف التاريخ ونمرة واحد نمرة اتنين برضو نسأل سؤال هل يضع الدين أي حكر على التفكير البشري بالنسبة لموضوع التاريخ الحقيقة لما بنستعرض التاريخ بنجد إن الفطرة كانت دايما أبدا بتقول إن لابد الإنسان يلجأ إلى وجود خالق أو إلى قوة عليا جماعة اليونانيين والأغريقيين كان دايما عندهم إليها لأي حاجة للمطر والبر والرعد وهكذا طبعا الحضارة الإسلامية في عثرها الزهبي تقريبا من القرن الثامن للقرن الاربعتاشر أو الخمستاشر كانت مبنية على أساس إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الحي وهو القيوم على وجود الكون بما فيه الحضارة النهضة الأوروبية الحديثة حقيقة نشأت على أكتاف رجال زي كابيرنيكس وجاليليو ونيوتن وكانوا مؤمنين وكانوا هدفهم هو البحث في كيف وضع الله القوانين التي تدير الكون وكيف نظمها وكانوا على درجة كبيرة جدا من القناعة بهذا يعني ما كانش في حد إطلاقا غالبا للأغربية العظمى منهم بتوحيد عن هذا التفكير طيب السؤال طب إمتى حصل المشكلة المشكلة الحقيقة بدأت تحدث تدريجيا بسبب أن الكنيسة تبنت أفكار أغريقية خاطئة على أنها جزء من اللهوت الكنسي واللي كان بيعارض هذه الأفكار كان بيعتبر بيعملها ارتقى ويعاقب وأحيانا يحكم عليه بالقتل أو السجن أو غيره أنا بسيط بالمثال أن هم يقولوا والله الأرض هي مركز الكون وكانوا متمسكين بذلك إلى درجة كبيرة جدا وأشياء أخرى كثيرة يعني وما بدأ العلم يبين أن الموضوع مش كده وأن الأرض ليست مركز الكون وأن الأرض عمرها أو الكون ملايين السنين ما هماش كذا ألف سنة زي ما كانوا الكنيسة متمسكة بهذا الأمر بدأ يحدث انشقاق وبدأ العلم ياخد منحة مبتعدا عن الكنيسة الانشقاق ده بدأ يتزايد تدريجيا لكن النقطة الفاصلة كانت في عام 1859 بعد أن أصدر شارلز داروين كتاب وأصل الأنواع الكتاب أو الفكرة الأصل الأنواع أو التطور نظرية التطور اللي بعد كده سميت بنظرية التطور نظرية مادية بحتة بتقول والله إحنا مش محتاجين لإله لأن إحنا دلوقتي نقدر نفسر كيف بدأ الخلق ونقدر نفسر بتصورة مادية كيف حدث التنوع في المخلوقات اللي هي ظهرت على مدى التاريخ اللي إحنا شايفين دلوقتي الأشجار والطيور والظهور والدنيا دي كلها كل ده حصل ماديا بصورة عشوائية وما ليش دعوة يعني لا داعي لوجود خلق العالم اللي هما خايفين من الرجوع للكنيسة اللي هما كانوا بدأوا بقى في الإلحاد وبدأ الإلحاد ياخد مجرى تمسكوا بهذه النظرة الفلسفية بداية وحولوها إلى توب إلى نظرة علمية وتدريجيا أصبحت عقيدة يعني لا يسمح ولا تقبل المناقشة يتطور حصل حصل عايز تناقش تناقش في كيف حدث لكن ما تناقشش في أن هو ما حصلش دية غير قبل للنقاش وأصبح فعلا عقيدة دينية دلوقتي وحنشوف بعدين الكلام دوت وهكذا حدثت المشكلة بتاعة الانفصام بين الدين وبين العلم السؤال الثاني هل العلم أو الدين يضع حجر على العقل البشري؟ الحقيقة يعني من المؤسف أو من الخطأ الكبير أن نتخيل هذا لا يوجد دين ولا يمكن أن يوجد دين يضع أي نوع من الحكر على العقل البشري مش ما قول ربنا سبحانه وتعالى يدين القدر على التفكير وبعدين يمنعنا منها أو أنه هو يخاف سبحانه وتعالى أن احنا مثلا نسته على الكون من دونه كلام غير عقلاني يعني لذا تصورنا هذا وبعدين إذا بقى رجعنا إلى الحقائق يعني كون أن يكون عندنا الإعجاز في حياتنا المتروك لنا هو كتاب يعني حاجة كتاب القرآن الكريم يعني بتخاطب العقل ده تدعو للتفكير يعني كون أن يكون يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق طيب احنا هنعرف الحق منين نعرف العلم منين ونشوف الآيات إزاي ونفهمها إزاي بدون علم كون أن يقول لنا يأمرنا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله والخلق طبعا يكون أول ما ينزل من الكتاب الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أنت عندك قراءة وعندك قلم وعندك كتاب طيب يعني فاضل إيه تاني عشان تقول والله أنا لازم أرفع من شأن العلم والتعلم الحقيقة ده الفهم اللي فهمه كثير من العقلاء من الرجال الدين على سبيل المثال لو أحب أرى لكم الجزئية اللي قالها جاءت في كتاب الأستاذ محمد فريد وجدي المتوفي تقريبا في خمسينات القرن الماضي لأنها الحقيقة مهمة بيقول في كتابه الآتي لو عد ما جاء في القرآن من قوله تعالى أفلا تعقلون أفلا يتفكرون أفلا تذكرون ألخ لتعدت العشرات ثم يستمر في الكلام وفي النهاية بيقول إيه حتى ليتجلى لتاليه أنه إزاء انقلاب فكري خطير الشأن بقصد إحداث ثورة على كل قديم إلا ما وافق العقل والعلم منه طبعا ده كلام يعني محتاجش تعليق طيب الخلاصة أنا ممكن نحط الخلاصة في ثلاثة أربع حاجات أو نقاط أولا يعني قضية الصراع بين العلم والدين إحنا لا ناقة لنا فيها ولا جمل إطلاقا لم يكن تاريخيا ومش مفروض يكون حاليا لنا أي مشكلة معها لكن نقطة الأولى أن الصدام يحدث بسبب تطرف من الجانبين يعني هو سواء من رجال الدين أو من رجال العلم يأتي مثلا واحد زي ريتشارد دوكنز يقول والله اللي لا يؤم بالتطور فإما هو أحمق أو جاهل أو متطرف وهكذا يعني كلام استفزازي هو في الواقع بيستدرجنا أو بيستدرج الشباب مننا لصنع صراع بين العلم من ناحية والجاهل من ناحية تانية وكأن الجاهل هو الدين فهو الموضوع مش كده إطلاقا ده نعمل باستفزاز ويجب ألا نستدرج لمثل هذه المواجهة نمرة واحد نمرة اتنين الخلاصة التانية العلم والدين وجهان لعملة واحدة يعني لا علم بدون دين ولا دين بدون علم وده الكلام ده قالوا علماء كتير حتى منهم أنشتاين اللي هو ما كانش مؤمن بصورة كاملة إنما بيقول أن العلم بدون دين هو أعرق وأن الدين بدون علم هو بلايند ده الخلاصة التانية النقطة التالتة بقى والأهم أن الصراع أبدا ليس بين العلم والدين ولكن بين الدين وعدم الدين يعني بين الإيمان وعدم الإيمان وده جزء من الصراع بين الخير والشر الذي بدأ منذ أن بدء الخليق والذي سيستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها علينا أن ندرك هذا ونفهمه وبالتالي لا ننجرف في هرطقة وفي كلام ليس له معنى أنا شاكر لحسن الاستماع وبحب أقول إن شاء الله المرة الجاية هنتحدث في الجزء الأخير من المقدمة وهو هل العلم حدود نمرة واحد نمرة اتنين كيف نتجنب حدوث تصادب بين العلم والدين طبعا يعني إذا كان الحلقة عجبتكم فنرجو إن كنتم تعملوا لايك وسبسكرايب وطبعا لا تحرمونا من الكممنتس لأن ديت أنا بستفيد منها كتير وفي أمان الله اشتركوا في القناة